يعني هنأكل بيتزا في الدايت وكمان طعمها احلى من البيتزا العادية اللي بديها الابيض والبيتزا دي كمان بدون خمائر وعملناها على الطاصة مش هتحتاجي تشغلي الفرن ولا اي حاجة علشان تعمليها سهلة كالعادة زي مع عودتكم ولذيذة وسريعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم حبايب امي في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ ما تنسيش تشتركي بقناتي وتفعالي اول جرز عشان يوصلك كل يوم اشعار بفيديو جديد تعالوا مع بعض نشوف مكونات البيتزا اللذيذة دي ازاي عملناها زي ما انتو شايفين رائعة تحفة تحفة ان شاء الله هتعجبه ولدكو جدا معايا 3 حبات من الكوسة واربع بيضات وشوفين هنشوف هناخد منه قد ايه بالمعلقة طبعا وشابات وبيض وطوم وفلفل اسود هبشر الكوسة الاول كده بالمبشرة والعادية اللي عندك نبشرها التلات كوسات طبعا غسليهم ولو في مثلا رمل او حاجة ما بيطلعش بالنقع ممكن تجروزي بسيط زي ما انتو شايفين انا بشرتها كلها كده هحط عليها معلقتين من الملح وهقلبها وهاركنها شوية كده يعني على ما اجهز بقية المكونات هنشوف هنعمل ايه بس لازم من الخطوة دي ان احنا نحط عليها الملح ونركنها شوية واقول لكم لي دلوقتي ودلوقتي بقى هنعمل بقية المكونات بتاعت البيت زي المكونات تعتبر اللي هي استيلة معايا اربع بضوط بصوا هو البيت ده صغير بس لو البيت كبير استخدمي تلاتة بس وطبعا يكون بدرجة حرارة الغرفة فانا عشان البيت صغير استخدمت تلاتة انت سوري عشان البيت صغير استخدمت اربعة لو انت البيت عندك كبير كفاية تلاتة ما تطلق بطوش فانا استخدمت اربعة لانه صغير يابنيت حطيت بقى فلفل اسود وبعدين هحط التوم معايا معلقة من التوم المفروم يعني حوالي تلات فصوص توم كده وانقلم ودلوقتي معايا الشبت ربطة من الشبت قطعتها انا بحب ازود الشبت بحب طعمه فلو عايزة تحط اقل من كده اه زي ما تحبي يعني بس انا بحب طعم الشبت قوي فحطيت ربطة اه متقطع رفيع دلوقتي بقى هاجي للكوسة لانا ركنتها يعني حوالي عشر دقيقة كده هبدأ ان انا اعصرها كويس قوي من السويل مش عايزة الكوسة بالسويل بتاعتها انا هعصرها باديا كده او لو عندك مصفصة فيها او شاشة يعني باي طريقة المهم انت تتخلصي من المية اللي فيها وهبتدي اضفها على الخليط اللي انا عملته اللي هو البيض والطوم والشبت دي المية بقى هرميها مش محتاجها في حاجة وهقلب بقى الخليط ده اللي هي الكوسة دلوقتي ايه اللي نقص بقى هنحط دلوقتي الشوفان طبعا زي ما قلتلكم ان البيتزا دي ما فيهاش اي انواع من الخمير ولا بيكينبودر ولا خميرة وهنسويها كمان على الطوزة دلوقتي هحط بقى الشوفان اه هضيف ست معالق من الشوفان المطحون ممكن تستبدليهم بدقيق القمح الكامل ممكن تستبدليهم اه علشان دايما بتسألوني في التعليقات ممكن تستبدليهم بدقيق الحمص هحط كمان معلقة من الشيا بزور الشيا الكبيرة معلقة كبيرة من بزور الشيا معلقة او معلقتين حسب بقى قوام الخليط عندك فلو الخليط عندك خفيف اه ونوع شوفين بتاعك مش زي اللي انا استخدمته فحط معلقتين من الشيا انا حطيت معلقة شايفين بقى قوام الخليط عامل ازاي دلوقتي بقى هجيب طاصة وهدهنها زيت اه زي ما انتم ملاحظين انا دهنها زيت بسيط وهنزل بقى بالخليط كده كله الطاصة دي مقاس اه تمانية وعشرين ونالوقتي بقى هنروح على المتجيز وهقول لكم هنسويها ازاي طبعا ممكن تسويها في الفرن بس لو عايزين تسويها طاصة ينفع برضو دي العين اللي هي اكبر عين عندي وطيت عليها يعني بتحطي البيت زي على اكبر عين وتوطيها وتغطي عليها وتسويها ربع ساعة بعد كده بتفتحي عليها لما تلاقي بقى ايه ان هي فصلت من الطاصة شايفين فصلت اهيه هنروح بقى ايه قلبنها على طبق ونرجعها تاني في الطاصة تكمل سوى من الناحية التانية ونغطي عليها برضو بس هنغطي عليها امتى ده انا يعني عايزة احط جبنة فهغطي عليها بعد ما هضيف الجبنة لو مش عايزة تضيف جبنة زي ما تحبي بس انا ضفت جبنة وحوالي مية جرام يعني من الجبنة عايزين تضيفه جبنة متزرلة عايزين تضيفه جبنة شيدر جبنة حلوم اي نوع جبنة بتفضلي وطبعا الاضافات اللي فوق الجبنة دي اختياري يعني لو عايزة تضيفي ماشروم وزاتون عايزة تضيفي فراخ عايزة تضيفي خضار يعني اللي تحبيه انا ضفت جبنة وشريح من الطماطم بصراحة لايقا معاها قوي وطعمها لذيذ قوي الطماطم مع البيتزة دي ممكن كمان ترش ورشة من الوريجن بتديها طعم بس انا حقيقة ما كانش عندي شريح بسيطة من الطماطم ماشروم بقى دجاج لحمة مفرومة الاضافات اللي تحبوه وزي ما قلتلكم بقى انا هغطي عليها علشان الجبن تسيح بس انت لو عايزة تديها كده وش تحت الشوية في الفرن يعني تفتحي بس الشوية آآ مفيش مشكلة احنا بس هنديها لون للجبنة او تغطي عليها وتسياحي الجبنة مع الطماطم اللي انت عاوزي يعني عايز اتحطيها لحي الشواية عايز اتغطي عليها وتسيبيها تسيح كده مع نفسها والنار واطي برضو هي كده خلاص جاهزت معي هي طرية جدا وطعمها لذيذ انا عاجبت اولادي جدا حتى بنتي اصغر بنت يعني بقتها تجنن على طعمها ما شاء الله عاجبتها جدا وبقت مبسوطة انها بتاكل فيها هي يعني بيت زي دي تكفي حوالي من ست لسبع افراد شايفين شكلها بيشه جدا وطعمها كمان ان شاء الله لما تجربوها هيعجبكم جدا جدا مبسوطة قوي من تعليقاتكم الحلوة وتطبيقاتكم الجميلة ونفسي ان انتوا تبعتولي صور التطبيقات على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان عاطف وانا ان شاء الله هفتح الرسائل وهشوف تطبيقاتكم الحلوة بصوا بقى لما قطعها يعني بصوا بقى شكلها من من الداخل لونها جميل جدا جدا حقيقي يعني طعمها احلى من اي نوع بيت زي غير صحية كلتوها يعني كفانة هي صحية مناسبة للضايت يعني الضايت وغير الضايت مغزية جدا جدا طبعا فيها بزور شية وفيها شوفان وفيها كوسة وفيها بيض فيها شابت يعني مش قادرة اوصف لكم قد ايه يعني وكمان مفهاش اي نوع من لبيكن بودر ولا خميرة ده شكلها النهائي ان شاء الله تجربوها وتقولي رأيكم فيها اه وطبعا ما تنسوش اللايك الجميل والشير شيروا بقى مع حبيبكم الوصفة تستاهل بصراحة يعني الوصفة تستاهل اه لايكات كتير اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته